كابتن جمال الغندور قبل ما استطلع رأي حبيبي في ما يحدث واحد كابتن جمال الغندور يرتبط بالتعليق مع احدى القنوات العربية السعودية اتنين لا يتواجد اللي بقول لكم وجهة نظر مستر عمر الجنيني والمسؤولين في اتحاد الكرة لا يتواجد لفترات طويلة داخل لجنة الحكام مما يعقل عمل داخل لجنة الحكام ويؤثر سلبيا على مسيرة العمل تلاتة كان من المفترض ان يتواجد قام مراقب حكام في مباراة السوبر بين الاهل والزمالك كان عنده هو تعليق يرى المسؤولين في التحاد الكرة ان الكابتن جمال الغندور يفضل التحليل الفني للحكام في احدى القنوات السعودية على الالتزام بعمله كرئيس للجنة نخرج بقى برا المنظومة دي ففيه كلام دلوقتي ان قالت جمال الغندور وفيه كلام على مين يجي خليفة له فالكلام العالي دلوقتي بنسبة كبيرة سامير عثمان الكلام العالي سامير عثمان طب هل يقبل سامير عثمان ان يجي رئيس لجنة يقبل لانه كان في بداية الموسم شغال في الجزئية دي طب لكن هنا ممكن نيجي الجزئية تانية مهمة هل ينفع يجي سامير عثمان رئيس للجنة الحكام والبنك اللي هو بيعمل فيه الراعي الرسمي لبطولة الدور الممتاز اللي هو بنك صيب هتخش في اشكالية تانية او لو هو شغل هيجي يقول له يلي شغل في صيب ويلي عامل ويلي مسوي والبنك بتاعك هيبقى فيك هلام بالشكل ده لكن خطوة اقالة جمال الغندور او ابعاده هي لتهدئة الاوضاع مع رئيس نادي الزمال انا اللي عندي بقوله انا اللي عندي بقوله طيب في حتة تانية لازم نتكلم فيها معالي وزير شابه الرياضة اتخذ الموقف الحياد ويرفض التدخل في الامر لان رئيس نادي الزمال يطلب الغاء عقوبته ولا يملك وزير شابه الرياضة ولا غيره مطالبة المستمعان المستشار ساد البنداري بإلغاء العقوبات وعشان كده بيتابع الامر لكنه لا يقنع قالك اللايحة تتطبق فمرتضى لما لقى ما فيش حد بيقوله يا عم مرتضى لعب المطس قالك لعب بالناشئين وثلاثة يتغيروا بسرعة ثم يصاب ثلاثة اربعة كمان وتلغى المباراة لعدم التكافأ عاوز اتكلم في حتة تانية وهي ان طبعا الغاء المباراة عدم التكافأ هو اعلان وعدم لعب مرتضى او على لعب الزمال هو اعلان بفشل اللجنة الخماسية واساءة لللجنة الخماسية اللي جاية بتكلف من الاتحاد الدول ومش عارفها الدين هنا اللجنة الخماسية يجب ان تتحلى بتطبيق القانون واحالة مرتضى الى لجنة القيم والاخلاق في الفيفا واتخاذ اجراء ضده لان هنا اهان الكل وكل حاجة بتحصل في مصر على الهواء سواء من هنا بريدة بيوصلها او غيره لان ده قلب الدين طيب بالنسبة لكابتل محمد فضل تعرض الى اهانات عديدة خلال الايام القائلة الماضية والكابتل محمد فضل هو رجل محترم جدا 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 ومن الكوادر المتميزة في عالم كرة القدم وما يتعرض له هو لامور شخصية بحدة ورئيس نادي الزمالك لما يغلط في محمد فضل ويسبه بالامس مع الاستاذ احمد موسى ورد يسبب محمد موسى عجبني عيب 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 ان ده يحصل عيب ان ده يحصل انت بتسبب محمد فضل نجم كبير ومحترم ومدير بطولة كأس القومة الفريقية الناجحة ومنصق السوبر وعدو الاتحاد وفوق من ده وده اسمه محمد فضل زهران نجلي معالي المستشار فضل زهران مستشار بجد مش مستشار كده وكده حد محترم بجد مش كده وكده حد يعرف قيمة القضاء وقيمة القانون مش كده وكده فمحمد فضل راجل محترم جدا جدا مسألة ان هو اخد السيدي ومش السيدي حد يقول لي قال لي ابو ظابي ابو ظابي قالت لأ في الاخر هو ما بقاش بيحقق بسأل السيدي موجود لم قال ابو ظابي رجعه تاني بتوع ابو ظابي اللي اخدناها المجلس الوطني للرياضي فبو ظابي ايه المشكلة يعني ما اخدوش منهم وسجلوا ايه القضية يعني مش ده الموضوع مش ده الموضوع لكن السباب والشتائم هو ده زي ما قال الندري اهل المبارح في بيانه هو ده اللي خلق حالة من الاحتقال وقاجج المشاعر وقال ان كافت موسطات الدولة لم تتخذ اجراءا مع هذا الشخص على مدار عمين انا معايا ومعاياكو اخويا الاستاذ ايمان عبدالفتاح واحد من ابرز الشخصيات وصديق العزيز تعالى كده عشانك خالفين اللي ورانا روعة روعة ايه رأيك بقى في محاولة النهاردة انه مرتضى منصور يلعب بفريق الشباب وكده بتاع القمة لإهانة الاهلي وتوفوت الفرصة على خصم ست نقاط من الزمان وبالنسبة لنادي الاهلي نادي اهلي كبير ومش اي حاجة لا يتهز من اشبار ولسن 19 ولسن 17 فالاهلي اهلي معروف ده حاجة ماشي اختلاف علي ايه اما بالنسبة ان هو بيعمل اللي بيحصل ده ويودوا شوية لعيبة وسحبوهم روحوا النادي وروحوا هنا وفقوا المعسكر والحاجات ديت ديت ممكن قد تكون وانا بقول لك وقد تكون ايه ليس حقيقي وانما ممكن تسعين في المية وانا بقول لك هنا ان الفريق الكبير هو اللي هاجي لها لا مش اكلم درق درق لا 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 تواصلنا معاهم اللعيبة في بيوتها وامش يلعبوا ده عادي عادي في مستحقات بقى اللعيبة باخدتسوا مستحقاتها والصبح رفضوا اما النقطة التانية رفضوا انهم ما يتمرنوا غير لما ياخدوا مكافأتهم زي ما وعدهم قبل كده اما النقطة التانية فاني بناشي لعبة نادي الاهلي لعبة نادي الزمالك لعبة نادي الاسماعيلي لعبة الانداء بتاع مصر كلها رجاءا منكم للشباب الصغير اللي طالع ياخدهم اللعيبة اللي قابل منهم قدوة قدوة في الاخلاع طبعا مثل كابتن اسطورة مصر محمود الخطيب احمد جاسم وصحبك بيسلم عليك اه اه قلق لغي سلمك اسطورة الملاعب محمود الخطيب كابتن طهرى بوزيت كابتن احمد حسن اسطير واخلاق كابتن مختار مختار ايه طبعا الله يرحمه مسعد نور طهرى بوزيت طهرى بوزيت اه اسطورة مصر اه فدي اللعيبة كابتن فاروق جحفر كابتن حزيم امام ايوه اللعيبة الحلوة ديت اللي الواحد تمر عب حميد اللي هو بقرأي الواحد بشوف عب حليم علي كابتن اكرامي كابتن اكرامي كابتن سابت الله يرحمه فالناس اللعيبة دي القدوة اللي تاخدوها القدوة للعيبة انتو ما تغرقوش شوية الفلوس اللي تاخدوها وتدوسها على الناس وما تعبروش الناس لا دي لعيبة دي لعيبة كانت الناس النهاردة محمود الخطيب تذكر وهيفضل يتذكر زي سيدة الغناء العربي مكلسور عمراه ما تنسل هيفضل برضو الكابتن حزيم امام ايفطر الكابتن طهر بأخلاقهم بأخلاقهم على بو جريشة على خليل لعيبة الحلوة دي اللي ما تتنساش نابنتو النهاردة كل واحد اللي بيستي تشيرت الاهلي هو مش قد تشيرت الاهلي ولا قد تشيرت الزمالي صحي فبتغر في سؤال هنا بس عاوزة اجيب عليها أستاذ ايمان الناس بتسأل بتسألني سؤال مهم جدا بتقول لي حقيقة ترشح عمر الجناني رئاسة الزمالي انا هقول لكم سر محدش اعرف وعمري ما قلته قبل كده لما كان فيه لما كان فيه اللجنة المالية لداخل نادي الزمالي كان فيه كلام كبير جدا على حل مجلس اقلال نادي الزمالي والنيابة وإحالته تم إبلاغ تم إبلاغ الأستاذ عمر الجناني إنه هو هيتعين رئيسا لنادي الزمالي واجتمع مع معالي الوزير الشاب ورياضة أنزاك المهندس خالد عبد العزيز والتقوا شخصية سياسية مهمة ولما التقوا الشخصية السياسية المهمة قالت بإيه الموضوع وإيه الحكاية وإيه الرواية وكان فيه تردد في اتخاذ القرار بإحالة مجلس مرتدة منصور للنيابة وحله وتعيين عمر الجناني المعلومة دي وصلت لمرتدة ومرتدة عارف بثقة القيادة السياسية في عمر الجناني اللي تم ترشيحه للوزارة مرتين وتحديدا من وزارة السياحة واعتذر عمر الجناني مفضلين العمل في البنك فبالتالي هو الآن يحاول تشويه عمر الجناني جماهريا وشعبيا لا ده جمهور الزمالك مش ده جمهور الآهل عشان يمنع في يوم من الأيام ترشحه للزمالك أو يبقى عنده شكل سهل في تشويه بدأينه رجالك لألفين وتسعة مجلس إدارة يقولك شطابني ومش شطابني وكلام ده ما أنت يا رجل بتسيقل كل الدنيا بتسيقل كل الدنيا فعمر الجناني والمرشح الأقوى من بين الزمالكوية لرئاسة النادي حال عدم موجود مرتضى منصور أو في الانتخابات المقبلة أمام مرتضى منصور وأنا أتوقع أن الأيام القادمة ستشهد شط بعضويته من نادي الزمالك ممكن حاجة بسيطة تفضل ليس نطلع عن الرياضي شوية بعد إذنك اطلع وقرب مني شوية ماشي أنا بطلب من السادة المسؤولين وبناشد كل المسؤولين بتكريم البروفيسير مجد يعقوب الله واستاذ القلب الراجل اللي عمرنا مش عارفين ندوله حق ولا عارفين نقدره ولا عارفين نكرمه كان بتكرم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من الشيخ محمد بن راشد من سموه الشيخ محمد بن راشد وإحنا مليهين في المطش ولا حد سائل عن الدنيا ما خدش الاهداء من الإعلام اللي عزيز والإعلام بيدور على محمد رمضان سموه الشيخ محمد بن راشد وسموه الشيخ محمد بن راشد وليه عهد دبي سموه الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وعلى أرسلهم صاحب السموه رئيس الدولة حفظها الله الشيخ خليفة بن زايد كل دول بنشكرهم لأنهم محبين لمصر وعنوان الاحترام شعبا وشيوخا وانتاز هذه الفرصة واناقول للأمة الإسلامية كلها كل عام وأنتم بخير ومنزمتش راجب أول شعور رقم